سلام عليكم و أهلاً فيكم في فيديو جديد و كالعادة قبل نزلت الـ IOS 16.2 الـ Beta الأول للمطورين بعض الأشخاص يقول لك اوه كيف أبول فقط تنزل سوفتيرات ماذا؟ شركة تنزل سوفتيرات لماذا؟ موظفين جلسين يعملون كل شيء لكن لا أدري لماذا الأشخاص مزعجين من ذلك شيء طبيعي أي شركة في العالم سوفتيرات سوف نزلت الـ IOS 16.2 يجب عليهم الموظفين يجب عليكم إجازة و اذهب بيوتكم لا يعملون تدري أن هناك موظفين يعملون على الـ IOS 17 الآن لا يحتاج أن تنزل قبل بيتا الـ IOS 17 فهذه بيتا انت عرفت أنها بيتا IOS 17 هناك موظفين يعملون عليه الآن لكن لا نعرف عن شيء فـ IOS 16.2 هذا بيتا لم ينزلت لك لا يحتاج أن تقول لماذا تنزل قبل أن تنزل لم ينزلت لك اعتبرها كأنها IOS 17 لم ينزلت ليس موجودة في الوجود كل شيء تضررين الشهر القادم و شيء حلو فأي سوفتير في العالم من ينزل لك سوفتيرات وراء بعض تستقرات علشان الآن IOS 16.2 موجود بعد سبعين ثلاث سبيع أربعة سبيع خمسة سبيع الشهر و يتطلع عليك و يقول لك أوه الناس تطلعوا ثقر في ذلك ليش؟ لأن تطوي أو السوفتير موجودة على موجودة في لحق الكل فالحل الوحيد إذا الشركة تفعل كل شيء تنزل سوفتير أي شركة في العالم تنزل سوفتير كل مرة كذا تقلل من هاكرز تقلل من أشخاص مثلا أن نزل لـ IOS 16.1 الأشخاص يفتحون الملفات يحتاج لوقت لين يشوف ثقرة فيه و عندما يشوف تقرأ الشركة تنزل سوفتير ثاني تسدد تقرأ و قيّرت الأشياء كذا يعني كذا كيف نمشي المهم لـ IOS 16.2 البيتا الأول الشيء اللي توقعت أنا ما يكون فيه تحديثات كثيرة لأن معروف أول بيتا تنزل مثل البيتا الأول إذا كانت بيتا أول ما تكون فيه ميزات كثيرة البيتا الثاني الثالث تبدأ قبل تضع ميزات لكن في البيتا الأول على طول نزلت ميزات فلو نرى في البداية ما هو السوفتير هذا ما الذي نزلت معه مثل ما نرى البيتا الأول لـ IOS 60.2 بالتنمبر في النهاية مثل ما نرى في النهاية E والآيبادة IOS 60.2 والتنمبر في النهاية والماكiOS 13.1 بيتا أيضا الواتش والتنمبر في النهاية تيفي اوس مثل ما نرى F الميزات كثيرة بالتنمبر للتنمبر لكن نرى في تنزل المثال فهذه الأشياء كلها وهذه السبترة أبل اللي نزلتها اليوم في وقت عمل الفيديو هذه الأشياء اللي نزلتها أبل فلو بنشوف كبداية شي الميزات والأشياء اللي نزلتها أبل هنا أول حاجة الهيلو سكرين تعرف أنك إذا حدثت تحديث جديد من جهازك يعني مثلا من iOS 15 or 16 شفت لجيلك الجهاز ما يحتاج أن تتكلم كثير هذه هي الإيباد مثل ما نشوف طلع عندي الآن بعد ما حدثت الإيباد ما شقلت الآن فطلعت عندي هذه الحركة كأنك توقش على الإيباد كأنك كده يعني تفتح الإيباد يقولك حط العلدات حقتك كلها عشان يشتغل عندك الإيباد مثل ما نشوف حدث نحق السبترة جريد نضغط عليها كأنه من 15 إلى 16 مثلا يعني مثل ما نشوف تحديث نخلص نرجع لحق الإيباد هذا بعد شوي نجي للآيفون ومئيزات الآيفون بعدين نرجع لحق الإيباد شي الثاني والبرنامج الثاني برنامج ينزل عندك في اليوم 60.2 الآن اسمه freeform هذا البرنامج لأشخاص اللي يبونون لحق كتابه مساحة حرة يعني لأشخاص اللي يبونون يكتبون لحق مدرسة لحق اجتماعات لحق كل شيء هذا البرنامج خلاص يكون هذا البرنامج اللي تقدر تحط في كل شيء فيه برضو collaboration تسوي مع الفريق حقك أو القروب حقك في المدرسة ولا شيء تفتحون موضوع جديد أو تفتحون صفحة كبيرة متستمج من نشوف كل الميزات ما ودي أشرح كثير عنها في الآيفون من ما توقعنا شخص راح يستخدمونها كثير في الآيفون تقدر تستخدمها ما أقولك مالك تستخدمها لكن أحسن أن أصلها في الآيفاد فرح نتكلم عنها كثير في الآيفاد هي نفس الميزات نفس كل شيء لكن في الآيفاد قلن يعني تاخذ الآيفاد لحق دراسة لحق كل شيء خلاص يكون وهو برنامجك الرئيسي لحق الأشياء دي في ليفورم تقدر تقول نفس الوان نوت لأشخاص اللي يحبون الدراسة أو اللي يكتبون كثير والنوت معروف والشركات قاموا يستخدمونها نرجع لبعدين في نهاية الفيديو ونتكلم عن برنامج الفليوفورم في الآيفاد وبرضو في تحديد جيد لحق الهوم أب فبرنامج المنزل في تحديد لحق الكاتيجوريز هنا لحق ال هنا نضغط على عدلات المنزل مثلا وننزل تحت راح نشوف خيار جديد هنا لو نضغط على تحديدات البرامج راح نشوف الخيار جديد هنا إلى هيكل برمجي جديد مثلما تشوف الكلام تضغط عليه هنا بعدين لا تحدث هذا شيء وثاني شيء يجب أن تحدث الجهزة التي لديك على لايو 60.2 لكي تعمل لكن المهم أن كاتوكوليكس جديد أو برمجيات جديدة تضغطتها تحسين أداء الجهزة التي شابكة في برنامج المنزل هذا الميز وفي خيار جديد لا أستطيع استخدامها مثلنا في أمريكا لو أضغط عليها الضغطات ويعمل لا يوقف إلا الشرط الجيني هنا لو تضغطها الضغطات تطلع لك SOS وتشقل SOS وتطفي ويجيلك إشعار هنا في محل الإشعارات يقول لك ان طفيتها هل في شيء ولا حاجة تحديث أو شيء في نفس الإشعارات يجيك تنبيه هذا فهذا الشيء الجديد في SOS أو مكالمات الطوارئ لو نخش لكم حق العددات ونروح حق تيفي رجعت قبلنا أخيرا الخيار الجديدة حق التيفي أو التلفزيون الخيارات الجديدة الأنشطة الحالية مثل ما نشوف هذه كانت موجودة من قبل في بداية البيتا وكنسرتها اللي هي Life Activities الحين رجعت لنا أبل ونروح برنامج الدعم لأشخاص يستهدون برنامج الدعم في تحريث جديدة الآن أو theme تغيير عندنا هنا مثل ما نشوف إذا كنت مثلا أنك جاهز من الأجهزة بتودي صيانة أو شيء في تغيير هنا على البرنامج هذا برنامج الدعم من أبل و في تحريثات جديدة برامج الـ iwork فإذا تستخدم برامج الـ iwork برامج الـ office حقين أبل نستطيع أن نختلف برامج الـ office حقين أبل كلهم نزل لهم تحريث نظر لهم الـ numbers pages والـ keynotes كل البرامج ذي صار لها دعم الـ iPadOS 16 والـ iOS 16 وميزات جديدة هنا فحلو أبل أن تتحدث برامجها حق السوويترات الجديدة و برضو هنا في تحريث جديد ما يعتبر تحريث لكن لا أدري لماذا إلى الآن سأتلعب هذا الشيء ونخش عام تحريثات مثل ما نرى الكلمة هنا iOS 16.2 صار الخط عريض لماذا لا أحد يدري برنامج الـ news الأشخاص اللي استخدموا برنامج الـ news إذا لديك برنامج الـ news تفتحه تطلع لك فهذه الأشياء الجديدة الموجودة في iOS 16 لنذهب إلى iOS 16 ونكمل الميزات ونشرح هنا أكثر لو نرجع مكان موقفنا لـ iOS وهو برنامج Free 4 مثل ما نرى سيكون موجود على iOS 16.2 والـ iOS 16.2 والـ Mac OS وكل جديد سيزال ستحدث النظام لـ iPadOS 16.2 إن شاء الله ينزال نهاية الشهر القادم متوقع إذا نزل ستحدث الجهاز لـ iPadOS 16.2 أو iOS 16.2 سترى هذا البرنامج ينزل عندك أول ما تفتحه نشو الكلام هنا وكل شي نضغط عليه تفتح عندك الصفحة كاملة ما فيها نهاية قد ما تسوي zoom out ما رح تخلص الصفحة فمثل ما نشوف زوم كيف قد ما تقدر تضغط هنا وتختار الخط وتختار القلم فتكتب عندك مثلا نشوف فسموه على خطي لكن مثل ما نشوف تقدر تسوي قد ما تقدر تروح مثلا هنا وتمشي تروح مثلا هنا وتكتب فالصفحة ما رح تخلص ما رح تخلص الصفحة عندك قد ما تروح ما رح تخلص الصفحة مثلا ما أشوف فالصفحة كاملة لأشخاص من المجتمع اللي يعرفون وين نوت هذه الحركة وهو الميزة اللي في هذا الـ Free Form اللي هو ما هو انك تضغط في Share هنا وتضيف أشخاص هنا مثلا معاك في الدوم وتفتحون البروجيكت وتتكلمون مثلا عن نقطة من النقاط هنا في البروجيكت كل واحد يتكلمان يحط صور تقدر تحط صور هنا شرح طويل كتب لي تحف تريغات إذا كنت تبوني الشرح هذا البرنامج تقومي فيديو كامل بس لحق الـ Free Form الحالة هذا ينزل مع نزول الـ iPad و الـ 16.2 للكل طبعا أشياج أكثيرة هنا مثلا ما نشوف تقدر تسوي لك هنا بروجيكتات ثانية تقدر تسوي مثلا صفحة تصبح خاصة فيك تكتفيه لحق كلاسات وكل شيء وتسوي صفحة ثانية تصبح مع الشير مشاركة مع الشباب عندك ويكتبون وكل شيء فموضوع هنا مشارك فيه موضوع ثاني لا مش مشارك فيه ترتب الأشياء حقتك كلها هنا ف- OneNote مجانا و- OneNote مجانا و- OneNote مجانا لكن OneNote مجانا طبعا هذا البرنامج تصبح شير أو مشاركة مع أجهزتك كلها إذا كنت أجهزتك مع الـ iCloud خلاص أي شيء تسوي في الـ iCloud سيكون لديك على الأجهزة نفسها ف- أول شيء عندما تنزل البرنامج تأكد أن تسوي شير مع الـ iCloud لكي ترى مواضيع كلها فلو تخش العددات في الجهزين يعني وأن الـ iPadOS 16.2 نزل فيه والـ iOS 16.2 نزل فيه فلو نخش العددات هنا ونذهب إلى الـ iCloud نرى البرامج عندنا هنا يظهر الكل سنرى البرنامج جديدة مثلما نرى الـ Freeform يجب أن نشغل الـ Sync أو المزامنة ونذهب إلى الـ iCloud ونذهب إلى الـ iCloud ونذهب إلى الـ All وننشغل البرنامج هنا نفسه فالآن أي شيء يعمل في الـ iPhone سيأتي في الـ iPad أي شيء يعمل في الـ iPad سيأتي في الـ iPhone المشاركة مع البرامج حقيني أو أجزتي كلها أعمل في الـ iPad سأتي في الكمبيوتر مع تنهي الجديد الذي سنزل في الـ Laptop بات أبل في MacOS سأرى الموضوع الذي كتبت سأضيف شيء في الـ Laptop سأضيف عندي هنا كلها نفس الحركة طبعا كبداية من بيتا فمتوقع أن هناك مشاكل في الـ Share لكن نرى سأضيف 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 مشاكل توقع أن لو أعطيها يوم يومين ترى الأشياء وكل شيء طبعا البرنامج تستطيع تحذف تضغط عليه وتسوي لحذف إذا كنت لا تريد برنامج تستطيع تحمله فهذه الحركة لكن لا تستطيع تحمله الآن ولا تستطيع تشغل هذا البرنامج لا يمكنك أن تحمله الآن لا يمكنك أن تحمله الآن لنظام 60.2 و أحدث على النظام هذا و إلى الآن لا نصحك تحمله لأنه برنامج يوجد مشاكل كثيرة هذا الذي خلاني قلت لكم أن نزل لكم هذا البرنامج مع نزول لـ IOS 60.2 لكي أستطيع تعمل شرح لبرنامج هذا بالكامل مع البيتات القادمة بعد أن يضبط البرنامج و يكون جهز أستطيع تعمل شرح كامل لكي أستطيع تعمل لكم أيضا لحق برنامج Apple TV هنا في الإيباد شكل جديد صارت يعني حركة جديدة لأنك فتحت البرنامج سيطلع عندك مثل ما نشوف الأكاونت حقك تحت هنا ما كان موجود تحت لكن الآن حطته أبل تحت و آخر خيار و آخر شيء وأفضل شيء أبل في الإيباد والـ IOS 60.2 ألا وهي دعمت لنا الآن الميرور لحق اللي هي Stage Manager أخيرا أبل دعمتها هنا فالآن إذا ركبت الميرور أو الشاشة مع M2 أو M3 M3 مين هما ينزل M2 أو M1 راح يدعم لك الشاشتين فلو نجرب معاكم نفصل الجهاز من الجهاز اللي عندنا فلو بتجرب معاكم الآن قبل مركب الثندر لحق المونيتور راح نخشل على ذات و نروح الـ Disability هنا تشوفها عادية هنا بس أحط المونيتور هنا و أحط الكيبل و تطلع في الشاشة راح يطلع للخيار جديد هنا تضرب استشبك على الشاشة مثل ما نشوف طلعتني هذا الخيار طلعتني والطول الشاشة اشتغلت عندي فـ الآن الشاشة طال عندي في الشاشتين يعني الآن ساير ميرور بس نفس السفتيارات القديمة مثل ما نشوف ما اشتغلت شاشة ثانية هذه المونيتور عندي شاشة ثانية و الشاشة ثانية هنا موجود فما صر أي شيء كان هنا أي سفتيار ثاني موجود عندنا شاشة نفسها هنا و نضغط مثلا على الـ Arrangement هنا مثل ما نشوف الخيار هذا نضغط عليه نضغط عليه نضغط عليه نضغط الشاشة هذه لديه بعض الحقي في الجنب يمين نستطيع أن أضغطها في أي مكان لكن لو بخليه كده أضغط على الشاشة نفسها هذي اسم الشاشة LG اللي عندي نشوف نقدر نقل الإضاءة حقتها نرفعها طبعا لازم الشاشة تتعم هذا الشيء Space نقدر نقير حجم المساحة يعني حق الجهاز نفسه هنا الخيار المكتوب Allow Display Mode Change نقدر نطفي ندر نشغلها حق الـ Display نفسه يتغير عندنا فأكثر الخيارات هنا موجودة لكن الخيار الجديد كيف نخصل الشاشة الآن لو نضغط على Arrangement هنا نسوي الخيار هذا Mirror Display ما نبيه شاشة مفصولة فلو نضغط على هذا الخيار مثل ما نشوف الآن بعد ما طفينا خيار الميرور الآن شاشة كاملة عندنا صارت عندنا شاشتين مفصولتين مش مشبوكين مع بعض مثل ما نشوف فأقدر أشكل مثلا يوتيوب مثل ما نشوف الحلو بالكيبورد طبعا لكن مفصولتين الشاشة فأقدر الآن أضغط هنا وأقدر أخلي هذه الشاشة تصور على المونيتور فأضغط عليها تروح الاندي هنا افتح كذا صفحة افتح 4 صفحة افتح 4 صفحة ثم هذه الميزة تشتغل مع M2 وال M1 والجهزة الجريدة يعني هذا الميرور تكون شاشتين مفصولتين عن بعض لازم لجهزة معالجات Apple بالM فالخيار هذا الذي تشغل عندك هنا انك تفصل الشاشة لازم بجهزة Apple ال M كده شاشة واحدة من الجهتين هذه على أي جهاز عندك ويكون السواد على أي ايباد عندك عادي فبس هذا كل حاجة وفي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في الغناة واشتراك في حساب سناب شارت شيروغوظكم وعمل لك المقطع على شير المقطع ولا تنسون الوظل دعاكم والسلام عليكم